جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم قرر إلغاء الاشراف على المنتخبات الوطنية من جانب أعضاء المجلس رافضاً سياسة المجالس السابقة بتعيين كل عضو من أعضاء المجلس كمشرف على كل منتخب من المنتخبات سواء الناشئين أو الأولمبي أو الأول ده الخبر تمام؟ التعليق أو مش التعليق، الكواليس معروف حازي إمام مشرف على المنتخب الأول معروف الكابتن محمد بركات مشرف على المنتخب الأولمبي هل حراك شايف في ده عيب؟ أو شايف ده حاجة فيه حاجة غلط؟ محاذي إمام بتاع الكورة بيشرف على المنتخب الأول بخبراته الكبيرة محمد بركات بتاع الكورة بيشرف على المنتخب الأولمبي بخبراته الكبيرة في الكورة الحكاية فين؟ نسوة جمال علام كان عايزي بقى هو جاب فيتوريا وقال له أنا هبقى مشرف على المنتخب الأول زي كل رؤساء الاتحاد السابقين طبعا الموضوع دوت دايق كل فأستاذ جمال علام قال خلاص لنا تدايق ولا انت تتدايق مفيش أصلا أعضاء من اتحاد الكرة يبقوا مشرفين على المنتخبات لو فيها لك فيها يعني لو مش موجود خلاص يبقى كلنا مش موجودين الأمور ما بتضارش كده كل الاحترام طبعا أستاذ جمال علام كل الاحترام لحزة إمام كابتل حزة إمام وكابتل محمد ببركات بس يعني هي مش طرطة كلنا بندور عليها ببساطة يعني إلا إلا لو هناك في اللائحة لائحة اتحاد الكرة بتقول حاجة أنه رئيس اتحاد الكرة هو المشرف على المنتخب المصري الأول بتاعك أو مثلا أستاذ جمال علام يبقى هو مثلا أسطورة كرة القدم المصرية أو له خبرات كبيرة في ملاعب كرة القدم فيبقى هو المشرف على المنتخب الأول مش لكن إيه اللي يمنع أن حزة ما بيبقى مشرف على المنتخب الأول وإيه اللي يمنع أن محمد ببركاتي بيبقى المشرف على المنتخب الأولمبياء معرفش مش يعني كل حاجة مش